الكلام اللي حالك بتقوليه ده هو ده الكلام الأساسي اللي حتى عنفهم منه حديث الرسول اللي صلى الله عليه وسلم فكرة أرأيتم هذه المرأة مرقية ولدها هي المسألة مسألة إيه؟ إن الطفل بيتعرف على الكون اللي هو الآخر من خلال ممطو فممطو هي زي ما يقولوا كده الشاشة الكبرى التي يتعرف بيها على الحياة حلو جدا لو هي تزنت بالزبط طيب نعمل إيه أنا أقول لأم خطوات بقى نمشي عليها بالزبط يعني مثلا مثال صغير جدا لو أنا عندي ثلاثة أربع أولاد وأنا موجودة وباباهم جاب شوكولاتهم فلي بيحصل أن الأم بتعمل إيه؟ بتوزع شوكولاتها على الأولاد وتنسى نفسها تمام؟ بعدين لو هي لها نصبها يجي واحد منهم يقولوا ما أنا عايز بقت ماما حاجتها مستباحة كان زمان النايب تدي النايب لأولادها وهي ما تاخدش النايب هي متتصورها كده إن هي بتقوم بدرج سامي هي بتعلمه من الحب تطحية أني أتنازل طول وقت عن كل حاجة فبالتالي إيه النموذج اللي بيبقى في دماغ التطحية؟ حسنا بتحب التطحية ده طولي بيه؟ هو اللي بيحاول يشير إليه الأستاذ عبد الحميد لما قال أن الاستهلاك يتحول إلي إنسان مستهلك مستهلك عشان يرضي الآخر وبالتالي هو يبقى عنده حاجة من الاتنين إما يحب أو يطلع إنسان آسي عشان ما يستهلكش عشان يحمي نفسه وهو الاتنين دول فعلا هما واجهين لعملة واحدة لكن الاتزام أن الطفلي بقى فاهم أنا ماما لها حقوق ماما لها عليها واجبات ماما مش كل الدنيا والأم لازم تبقى فاهمة برضو أن الإبن هو اللازم لديه قدرة على الاختيار لازم يختار أشيء أنا قدر أقول للأمهات كده وأنا بحب أن أقول لهم كده كذلك ابنك مش كل الدنيا بالضبط ابنك طبعا ابنك مش كل الدنيا لأن الحقيقة الدنيا لو كل الدنيا ابنك فأنت مش هتقدر تكلينه شيء نافع لي لأن حياتك هتبقى صغيرة على قده بس لكن لازم ابنك يكون جزء من الدنيا ولازم تضيف إليه هو أنا ممكن أقول أن الطفل أنا متخل أمهات قاعدين سمعين الكلام ده أه معلوش والكلام يعني مش متخل أي أمه ممكن تستعر بحاجة زي لا والله يبقى مش هتقدر تستحمله مش هتقدر تستحمله بس أنا ممكن أقول حاجة الكلام موزون جدا فعلا وأنا يعني موزون زيادة عن الزوج لا وحاسس بي وحاسس بي في أنا يعني مالك دلوقتي شهرين ونص نصا ثلاث شهور وفي الفترة دي أنا حسيت بكلام اللي حضراتكم بتقوله دلوقتي بس أنا مش متخل أروح أقول لزوجتي طيب أنا ممكن أقول لك حاجة بما أني مالك لسه ثلاث شهور مثال صغير مثال صغير يوضح وجهة نظري أنا دلوقتي عندي طفل عنده ثلاث شهور وعايز قدامه اللعبة عايز يخدها فالأم بتعمل يبتجري جاري تدهله لكن الصح أن أنا أسيبه هو اللي يروح للعبة طب أنا ليه بعمل كده عشان ما يتحولش إلى إنسان كسيح القدرات مش بس كده أنا كأم الهدف فيه أنا أنه هو يتربى يتعلم فهي أنه عضلات عضلات هتنو هتنو هيروح ياخد الشيء بنفسه يعتمد عنه الوعي الصغير دولي بيفرق ما بين أم عايزة راح ابني وأم عايزة ربي ابني بالضبط طبعا يا حب دعني نسيحة دعني نسيحة 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 في الحتة دي برح نازل مشوار فهي هو نام فالعربية وإحنا كنا خارجي رحيل المشوار المفروض أن نعط فيه ساعة ونصف ساعتين فهو نام وصلنا للمكان فراح ببصلي كده طب هو نام أنزل ممكن يصحق فضلت قاعدة ساعتين في العربية عرشان ما يصحاش بس ده حاجة كويسة مشواش ده صح لأن الأطفال في السن عفي ميزان في الأطفال من سن أول يوم لحد الثلاث سنين هو محتاج ماما بشكل كبير جدا يعني بعضت حال على الأمهات كده قل لها معلش أول ثلاث سنين في حياة طفلك مهم جدا وجودك مش عشينك قد عشينه مهم جدا hug